تحدثنا في الحلقة السابقة عن مكانة آل البيت في الإسلام عرفنا بمن يسمون بالروافض والنواصب وتحدثنا عن موقف الإسلام من هتين الطائفتين في حلقة اليوم نتحدث عن أحكام آل البيت في الفقه الإسلامي نتحدث أيضا عن الغلو في حب آل البيت من جهة والإساءة إليهم من جهة أخرى فاصل ثم نبدأ فابقوا معنا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأعزاء لقاؤنا يتجدد بكم اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر في هذا اليوم نرحب بضيفنا الدكتور حسان نقرش الدكتوراه في الاستشراق والمذاهب الفكرية مرحبا بكم دكتور حسان ياكم الله صلى الله عليه وسهلا ورحمةكم دكتور تحدثنا في الحلقة السابقة عن مكانة أهل البيت تحدثنا أيضا عن فضائلهم وقلت أن لآل البيت عدد من الأحكام الخاصة من هذه الأحكام الخاصة أحكام في الفقه الإسلامي ما هي هذه الأحكام دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولا أما بعد هناك جملة من الأحكام الخاصة بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن أن تقسمها على قسمين حقوق والتزامات فالحقوق تقسم أيضا إلى حقوق معنوية وحقوق مادية الحقوق لهم؟ نعم أم الحقوق علينا يعني؟ الحقوق لهم تجب علينا والتزامات تجب عليهم نعم نعم فهذه الحقوق التي تجب علينا اتجاههم تقسم من حقوق معنوية أشرنا إلى جملة منها في اللقاء السابق كمحبتهم والثناء عليهم وموالاتهم والصلاة عليهم أي دعاء بالرحمة والدعاء لهم بالبركة والدفاع عنهم وهكذا وأما الحقوق المادية فهي أنهم يستحقون الخمس من أمرين الأمر الأول الفيء فلهم خمس الفيء لقبله تعالى وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولي الرسول ولي ذو القربة ولي التامى والمساكين وأيضا لهم خمس الخمس من الزكاة خمس الخمس من الزكاة لقبله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه ولي الرسول ولي ذو القربة ولي التامى والمساكين والفرق بين الفيء والزكاة أن الفيء هو ما يستحقه المسلمون من مال غير المسلمين كالخراج والعشور والجزية وما يستولى عليه عند فتوح البلدان هذا فيما يتعلق بالحقوق المادية نعم أما فيما يتعلق بالالتزامات الواجبة عليهم فهي أمران الأمر الأول عدم إرثه من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تخصى انتركت النبي صلى الله عليه وسلم على آل بيته لقاوله أبدا أبدا نعم لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة وإنما يأكل آل محمد من هذا المال أي الخمس خمس الفئ بخمس خمس الخمس من الغنيون وأما الالتزام الثاني الواجب عليه أيضا أنه يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جميع آل البيت الأخذ من أموال الزكاة وحكي ذلك إجماعا بين العلماء حكاهم غير واحدا من أهل العلم إلا ما ذكر عن نبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه أجاز لهم الأخذ من أموال الزكاة في حال منعوا من الخمس أي لم يأخذوا حقا من الخمس فعندها يجوز لها من أخذ أموال الزكاة أما صدقة التطوع فتحرم على النبي صلى الله عليه وسلم دون آل البيت على الراجح من أقوال أهل العلم مسألة فيها خلاف لكن الراجح أنه يجوز لهم وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم الصدقة عليه وعلى أزواجه هو كان من باب التكميل التطهيري لهم ودفعا للشبهة والتهمة عن بيت آل النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى عنه دكتور لو انتقلنا إلى الجانب الآخر من الحديث عن آل البيت هناك غلو تجاه آل البيت تحدثنا في الحلقة السابقة عن فرقتين تحدثنا عن النواصب والروافض الآن نتحدث عن الغلو في حبهم هناك من قدسهم هناك من أعلاهم فوق مكانتهم وأنا أنقل هنا نصا بتمامه بل هناك من يقول بأن لهم مقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل فكما أن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام ورفعوه فوق البشرية كذلك اليهود غلوا في النبي العزير حتى رفعوه وقالوا أنه ابن الله أيضا هذا الغلو ما موقفنا منه في الشريع الإسلامية الفرقان والفاصل ما بين المؤمنين والكافرين هو الاتباع للكتاب والسنة فالواجب على المسلم أن يكون متبعا للأحكام الشرعية الواردة في الكتاب والسنة في مواطنها كما بيّنها العلماء وفصلوها هناك فمن لم يكن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا محلة أنه وقع في الغلو سواء كان غلوه غلوة إفراطا أو غلوة تفريط فمن صور غلو الأفراط في آل البيت أن هناك من يدعى الألوهية في علي رضي الله تعالى عنه وزعم أنه إلها وهؤلاء الذين قد تلهم علي رضي الله تعالى عنهم وحرقهم وشرد بهم ومن صور الإفراط أيضا في الغلوة في آل البيت غلوة الشيعة الإمامية حيث اعتقدوا اعتقاداتا في آل البيت بلغت مبلغا من الغلوة والانحراف حتى أن الكوليني في كتابه الكافي وهو من أصحي كذب الشيعة كما يقولون ذكر مجموعة من الأبواب في حق آل البيت منها أنهم يعلمون علم الأنبياء والملائكة والرسل وأنهم يعلمون جميع الكتب بألسنتها المختلفة وأنهم يعلمون الغيب وما كان وما سيكون وأنهم خلفاء الله سبحانه وتعالى في الأرض وجملة كبيرة من هذه الاعتقادات التي لا محالة فيها منازعة لخصوصيات الرب سبحانه وتعالى حتى أن العلماء قالوا أنه لا يوجد غلو في طائفة كما هو موجود عند الرافضة ومدى الغلو الذي وصلوا فيه ويجاب عن هذه الدعوة من ثلاثة وجوه الوجه الأول موقف الشريعة الإسلامي من هذا الغلو والموقف الثاني موقف آل البيت وعلماء الشيعة المتقدمين من هذا الغلو والوجه الثالث هو الأدلة العقلية على بطلان هذا الغلو أما الوجه الأول وهو موقف الشريعة من هذا الغلو فالنصوص الكتاب والسنة كلها تدل دلالة صريحة على أن تدبير مورد الخلائق من إحياء وإماتة ونفع وضر إنما هو من شأن الله سبحانه وتعالى ومن خصوصياته حتى أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه للناس على هذا الوجه فقال سبحانه وتعالى قل إني لا أملك لكم ضر ولا نفع قل إني لن يجيرني من الله أحد ولا نجر من دونه ملتحد وذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 중에 رواه أبو هريرة نبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة الجهرية عندما نزل قول الله سبحانه وتعالى وأنذر عشرتك الأقربين النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في بطون القريش فقال يا معشن القريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنك من الله شيئا يا بني عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية وعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سليني ماشيتي لا أغني عنك من الله شيئا فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هذا النفع والضر لنفسه وآل بيته فهل آل بيته يملكون هذا النفع والضر لنفسهم أو لغيرهم؟ أكيد لا وكذلك جاء التحذير صريحا من الغلوب في الشراء الإسلامية كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حذير بن عباس عند بن ماجا النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الغلوب فإنه أهلك من كان قابلكم الغلوب في الدين كما أشرتم في سؤالكم فالله سبحانه وتعالى حذرنا ونهى أهل الكتاب الذين كانوا من دويدانهم الغلوب فقال الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وآمن الوجه الثاني وهو موقف آل البيت من هذا الغلوب فمنهم أن آل البيت يقررون أن ليس لهم خصوصية من الأمة خصوصية عملية حقيقية ففي حديث أبي جحيفة عند الإمام أحمد أن أبي جحيفة رضي الله تعالى سأل علي بن أبي طالب فقال له هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فقال ما خصنا بشيء هذا هذا علي بن أبي طالب نعم هذا علي بن أبي طالب يثبت أنه لم يخص البيت بشيء يميزهم عن سائر الأمة وأيضا ثبت الإنكار وحتى في كتب الشيعة من آل البيت على من غلى فيهم فالمجلسي هذا في أي عصر من عصور من بداية من عصر الصحابة ولذلك الأثار نفسه ستحدثنا عن ذلك فالمجلسي في كتابه بحر أنه روى أثرين عن علي بن أبي طالب نفسهم فالأول يقول إياكم يقول علي رضي الله تعالى عنهم إياكم والغلوب فينا قولوا إنا عبيد مربوبون والأثر الثاني ذكره قيل لي علي أنت نبي فقال لقائل وي لك أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وسلم وذكر السيد المرعشي في شرح كتاب في إحقاق الحق السيد المرعشي ونفس الأثر موجود في البداية والنهاية اللي بين كثير أن زين العابدين علي بن الحسين قال يا أحبون حب اللي شيعته قال أحبون حب الإسلام وفي رواية ابن سعد في الطبقات لا تحبون حب الأصنام فما زال حبكم يقول زين العابدين رحمه الله يقول فما زال حبكم بنا حتى صار علينا عارة وفي رواية أيضاً ابن سعد قال ما زال بنا ما تقولون حتى بغطونا إلى الناس صحيح هذا ما سنتحدث عنه في الشق الثاني يعني نتيجة هذا الغلو أصبحت هناك ردات فعلاً أساءت أيضاً إلى آل بيت نعم لا شك في هذا صحيح نذكر الوقف والوجه الثالث سريعاً حتى ما يفوتنا دلة العقلية كثيرة في بطلان هذا الغلو منها أن المنطق السعي يقول أن النبي المعصوم أو المتبوع المعصوم هو أفضل من التابع هذا المنطق السعي يقول كيف لهم أن يقولوا أن لا إما أو أهل البيت من أتباع النبي السلام هم أفضل من النبي الذي هو متبوع هم تابعون دكتور يعني البعض قد يرد على هذا يقول هناك فرقة تقول بأن تهى الأمين يعني جبريل بدأ أن ينزل على سيدنا علي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا قول مشهور يعني إحدى الفرق عندهم الشيعة الإمامية ليست فرقة واحدة وهم فرق ومنها الغالي جدا ومنها دون ذلك وهذا القول الذي تقول به هو من أغلى فرق الشيعة التي قالت به وليس كل الشيعة من قال به حتى هم يتنكرون لهذا فشيعة المعاصرون كالصفار والقصاب وغيرهم كلهم يطعنون في هذا القول ويقول أن كل قول باطل لا يقول بأحد لماذا؟ لأنه طعما في أصل النبوة سهل سمحنا أنا دكتور بفاصل ثم نتابع حديثنا معكم أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود إليكم أهلا بكم مشاهدين في القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر نتحدث في هذه الحلقة وفي هذا القسم الثاني من الحلقة عن الغلو في حب آل البيت بشقايه نرحب من جديد بضيفنا الدكتور حسان نقرش مرحبا منكم دكتور حسان السلام عليكم دكتور قبل الفاصل ختمنا القسم الأول حينما تحدثنا عن يعني جانب من جوانب الغلو عند بعض الفرق اتجاه آل البيت ممن يقولون تهى الأمين ويقصدون أن الأمين جبريل عليه السلام تاهى وبدل أن ينزل على سيدنا محمد صلى الله بدل أن ينزل على عليه نزل على محمد صلى الله عليه وسلم نعم ذكرنا السيد محمد أن الشيعة ليس على فرقة واحدة وإنما هم فرق متعددة وهذا القول من أشنع أقوال الغلواتي فيهم وليسوا جميعا على هذا القول ونقضه سهل من هذه يعني ليس موجودا عندهم بكثرة موجود لكن يعني ليس كلهم يقول بهم فنحن من باب العدل معهم ألا نقول أنه كل من شيعي يقول بهذا القول ويمكن يرد على هذه النقطة أيضا وهو من الأدلة العقلية على يعني رفض الغلوف لإما عندهم أن أصول نذهب الشيعة خمسة أصول على مرتبتين المرتبة الأولى التوحيد والنبوة والمعاد والمرتبة الثانية الإمامة والعدل فكونهم يقولون أن الإمام هو في منزل أعظم من النبي أو أفضل من النبي فهم ينقضون بذلك أصولهم إذ أن أصل الإمامة متأخرا عن أصل النبوة فهم سابوا بين النبوة والإمامة بهذا الأمر فعندما يقولون تهى الأمين فهو نقضا لأصل النبوة عندهم وهذا لا شك أنه ناقض من نواقض أدي دكتور مظهر آخر من مظاهر الغلو ممن يقول بعصمة أهل البيت وهم يستدلون بقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطيرا هل يصح الاستدلال بهذا النص على العصمة؟ دعوة عصمة أمة البيت دعوة باطلة لأنها مخالفة لسنن الله سبحانه وتعالى في خلقه ونوامسه فيهم ذلك أن الله سبحانه وتعالى قدر الخطأ على بني آدم وجعله في فطرته أصالة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطأ فلا أحد يسلم من الخطأ حتى الأنبياء ووقع الخطأ من الأنبياء والعصمة بمعناها الصحيح هي العصمة التي قدره الله سبحانه وتعالى للأنبياء صيانة وحماية لشريعة من التزوير ومن التحريف وعلى هذا المعنى أن دعوة العصمة التي يسوون فيها في الأئمة طبعا أقصد الذي يسوون فيها ما بين الأئمة وشيء من خصوصيات الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في الأبواب التي ذكرها الكلين في الكافي فهذا لا شك أنه باطل قول في ضلال مبين ونقذ من نواقذ الدين وأما الاستدلال بهذه الآية على آية التطهير على عصمة آلة البيت فيجاب عليه بعدة أجوبة الجواب الأول أن التطهير المراد في هذه الآية هو تطهير من باب التكليف والمجاهدة وليس من باب أنها شيء مقدر في آلة البيت وهو من جنس قول الله سبحانه وتعالى وأما وثيابك فطهر والرجز فهجر فهنا مطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحقق الطهرة ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إذا هذا حث لهم فهذا حثا هذا تكليفا لهم وليس أنه شيء مقدر فيهم يعني تكليفا وليس تشريفا في هذا المقام نعم صحي هذا هو تكليفا وليس تشريف وأيضا الوجه الثاني في الرد على هذه الآية أنه التطهير ورفع الرجز لا يطلب إلا ممن تلبس به فلو كان التطهير موجودا في المطلوب منه في المكلف لماذا يطلب منه؟ يعني أصبح طلب المتكلفين ليس على الواقع وليس على الحقيقة فهذه الآيات دليل على عدم عصمة آل البيت وليس على عصمة آل البيت جميل لأنه متلبسون يعني يتلبس المفترض من يطلب منه بهذا الأمر كذلك من الوجه التي يرد بها على هذه الآية أن هذه الآية تناقض الشيعة الإمامية فيها في الاستدلال فيها تناقضا عظيما كيف ذلك؟ فمرة يستدلون بها على أن آل البيت هم أصحاب الكساء الخمسة ثم من هم؟ بيت علي النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة وحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم طيب فإذا كان الاستدلال بهم على أنها آل البيت لماذا عندما استدليتم بالعصمة أخرجتم بقية الأئمة وبقية ذريت علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما من آل البيت وعندما استدليتم بها على العصمة لماذا لم تجعلوا فاطمة من الأئمة الاثنين عشر رضي الله تعالى عنهم؟ وفي كل الاستدلالين العصمة والأهل البيت لم تقولوا بمن يدخل به هذه الآية أصالة كأزباش النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في حقهن هذه الآية وكذلك بقي ذريت فاطمة رضي الله تعالى عنها من أولاد الحسن ومن أولاد علي بن الحسين ما الجواب على هذه الأسئلة؟ لا جواب الآية ليست صريحة في الاستدلالهم بل هي دليلا عليهم وليست دليلا لهم وعلى الفرض الجدلي بأنه يصح الاستدلال بهذه الآية فلن يكون هناك إمام على وجه الدنيا ولا يصح وصف الإمامة للأنبياء والرسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء ما فيهم الرسل وإذا قلتم أن من شرط الإمامة العصمة فلا يوجد إمام ألبت جميل دكتور ممى ظاهر الغلو أيضا يعني اعتبار آل البيت أنهم يطلعون على الغيبيات وهنا أنقلوا نصا يستدلوا به البعض يقولون بأن بعض أصحاب علي رضي الله تعالى عنه قالوا له لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب يعني أي أنهم قالوا لسيدنا علي مباشرة بذلك العلم بالغيب هو أصل أصول الإيمان وهو من خصائص الرب سبحانه وتعالى فنحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره لأننا نؤمن بالغيب وإلا هذه العوالم ما الذي طلعنا عليها ما طلعنا على شيء كثير منها فنؤمن بها لأننا نؤمن بالغيب وما يغيب على الإنسان ثلاث أقصام القسم الأول هو الغيب الكل المطلق الذي لا يعلمه الله سبحانه وتعالى ومنه علم الساعة وعلم ما تغيظ بالأرحام وعلم الروح وعلم ما تكسب كل نفس وعين تموت هذه العلوم كلها هي من خص علوم الله سبحانه وتعالى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسول الله سبحانه وتعالى أبدا لا يعلمه أحدا أبدا عنها وهذا المعنى أكده أيضا علي رضي الله تعالى عنه فيما رواه عنه الكش في رجاله أنه قيل لعلي رضي الله تعالى أنك تعلم قطر المطر وعدد النجوم وورق الشجر ووزن ما في البحر وعدد التراب فرفع يديه للسماء وقال سبحان الله سبحان الله والله لا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى هذا سيدنا علي هذا سيدنا علي في كتاب الشيعة الكش من علماء الشيعة الكبار فهذا الغيب بهذا المعنى حتى عليا فيه عن نفسي وعن آل البيت رضي الله تعالى عنه ومن القسم الثاني هو الغيب الجزئي وهو بالأساس هو غيب المطلق لكن الله سبحانه وتعالى نعم لكن الله سبحانه وتعالى اصطفى من الأنبياء والرسل خصيصا ما أطلعهم على شيء من هذا الغيب الذي هو بالأساس لا يطلع عليه أحد ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى عالم الغيبه فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وقوله أيضا تعالى وما كان الله ليطلعك على الغيب ولكن الله يجل تبيه من رسلي من يشاء فهذا العلم الجزئي بالغيب هو يكون للرسل والأنبياء وبتقدير الله سبحانه وتعالى لهم ومن قسم الثالث من الغيب فهو ما يعلم به بعض الخلائق دون بعض أو بعض الناس دون بعض وهذا ليس غيب على الحقيقة وامثلاته كثيرة فكثرة من أخبار السماء يعلمها الملائكة ونحن ولا نطلعها كبشر صحيح وهناك من خبر السماء ما يسترق الجن شيئا منه فينقله للكهنة والعرافين وهناك أيضا مقابلة بالعكس في حديث الإسراء والمعراج قصة الإسراء والمعراج أن جبريه عليه الصلاة والسلام عندما أسر بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى عراجة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة فكان عنده كل باب سماء يستأذن في الدخول فيقول الملك ومن معك يقول محمد يقول أواب بعث في السماوات السبع عشر سنوات لا يعلم يعني عشر سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج قبير للهجرة قرابة عشر سنوات بعض ملائكة سماء لا يعلمون من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس غيبا على الحقيقة وإنما الله سبحانه وتعالى يقدر اطلاعه لبعض مخلوقاته دون بعض وعلى هذا الأساس من يدعي العلم الغيب فهو كاذب وهو في ضلال مبين كما ذكرنا قبل قليل بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرفا أو عرفا فصدق من يقول فهو كفر بما أنزل على محمد من يدعي علم الغيب بهذه المثابة أنه يعلم كما ذكر الشيعة الممي عن الأئمة أنهم يعلمون ما يكون وما يكون وعلم السماوات العلم الملائكة والرسل والأنبياء كلهم لا شك أنه هذا يعني لا يعلمون الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة باطلة من كل وجه نعم وبالإرادات عليهم الإرادات عليهم أيضا إذا كانوا أئمة يعلمون لماذا علي لم يعلم بتأمر الخبارج عليه ومقتله صحيح لماذا لم يعلم أن حسين رضي الله تعالى بيخوض لاني أهل الكوفة له فلا يقرم لك إليهم صحيح أما هي قضية ليست دعوة هنا نريد ما يثبت هذا الكلام صحيح دكتور نختم حلقتنا بسؤال وهو يعني إن صح التعبير قد لا يكون مجرد سؤال بل هو يعني ربما تكون يعني صرخة الآن وفي خضم حالة الاستقطاب المذهبي وكردة فعل على بعض الغلو تجاه ألي البيت برز غلو آخر من الجانب الآخر فهناك من يسخر سواء عن عمد أو عن جهل يسخر من أهل البيت ويستهزئ بالشيعة فيقول يا حسين يا زينب ويقولها على سبيل الاستهزاء ماذا نقول لهؤلاء نحن قدمنا في بداية الحلقتين أن مارقد أهل الصنة والجماعة هو محبة أهل البيت والترضي عليهم ومحبتهم ومولاتهم والثنوا عليهم وأي اعتقاد سيء أو إساءة في قول أو فعل آل البيت فهو لا يجوز شرعا ألبت وعندنا منهجية تربوية سلوكية عامة يجب الالتزام بها من قبل كل مسلم وأدلتها كثيرا أولها تحريم السخرية والاستهزاء والغمز والطعن واللمز لقوله تعالى ويلو لكل همزة اللمزة ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوما من قوما الآية والدليل الثاني أيضا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها كما في حديث الصحي البخاري إلى الرفق بليني في القول فعندما جاء اليهود دكتور دهامنا الوقت بنصف دقيقة لأو نختم طيب فنهى عائشة رضي الله تعالى عندما ردت على اليهود وعليكم السام بقوله يا عليك بالرفق وإياك بالفحش والقول وأيضا يستدل لذلك أن العبد مطلوب أنه العدل على كل وجه لقوله تعالى ولا يجرم أنكم شنان وقوم على الله تعديلوا فالواجب علينا كأهل سنة ونحن أحق بهذا العدل من الدعين حب آل البيت أن لا نتعرض بأي سوء وأي قول مخالف لأهل البيت والله تعالى أعلم نزاكم الله خيرا دكتور بالأسف يعني الحديث يعني لا ينقضي بسهولة يعني ذو الشجون مع سيرة آل البيت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنهم وأن يحشرنا مع آل البيت برفقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نشكر لكم حضوركم معنا في هذه الحلقة نسمكم مشاهدين أيضا نشكر فضيلة الدكتور حسان نقرش على حضوره معنا في هذه الحلقة نذكركم أنه بإمكانكم إرسال أسئلتكم واستفساراتكم من خلال منصات الظاهرة على الشاشة أمامكم نستبدعكم الله سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسألوا أبل الذكر إن كنتم لا تعلمون